السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتوا طيبين ويا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال دايما يا رب ان شاء الله حلقة النهاردة وانا باعتبرها تجهيز ضروري جدا من تجهيزات رمضان كل سنة وانتوا طيبين قبل رمضان بشهرين ببدأ ان انا اخزن اللمون بالطريقة اللي هبريها لكم ان شاء الله علشان سببين اول حاجة ان اللمون بيغلى جدا جدا في فترة رمضان وغير كده بيوفر لي في الوقت والمجهود اثناء الصيام طبعا واحنا بنحتاج اللمون كتير جدا او عصير اللمون في رمضان في السلطات والمخللات وانواع المقبلات المختلفة وفي العصاير كمان لو طبعتوا معايا الحلقة الاخرها هوريلكم ازاي هنستغل كل حاجة في اللمونة مش هنرمي منها اي حاجة خالص حتى القشر هنستغله كمان ونعمل بيه حاجة اساسية على صفرتنا لرمضان اعتقد كمان زمانكم عرفتوها في البداية علشان نحتفظ بالليمون مش هنحتاج معانا غير لمون انا هنا جايبها لمون بلدي جايبها طازة على قد ما تقدري لازم يكون اللمون طازة معاك كمان حاولي تختاري الحباية اللي اشرتها نعمة اللي انت تحس لما تمسكيها ان هي مليانة عصير لان الصغير طبعا هيكون متعب على الفاضي ومش هيطلع معاك عصير لمون بكمية كويسة واللي عايز يستخدم الليمون المستورد هو موجود دلوقتي وسعره ارخص شوية من الليمون البلدي الليمون بتاعي ده اللي انا جايباه كان سعره 6 جنيه ونص طبعا الليمون بدأ يغلى انا اتفاجئت طبعا ان هو وصل في الاسواق لحد 10 جنيه و12 جنيه رغم اني كنت جايباه من اسبوع واحد بس الا اني اتفاجئت ان سعره ارتفع جدا في الفترة البسيطة دي فعلشان كده استعجلت ان انا نزل لكم الحلقة عشان سعره ما يغلاش اكتر من كده لو عايزين تلحقوا ان انتو تخزنوا كمية العصير المناسبة لرمضان طبعا على حسب احتياجكم في البداية بنستبعد اي ليمونة زي ما انتو شايفين هتكون كده طرية دي هتطلع لنا عصير مر وهتبوز لنا باقي العصير فبلاش ان احنا نستخدمها او ممكن نستخدمها طبعا في التنظيف عندي هنا حوالي تلاتة كيلو وربع لمون انا وزنته لكم على الميزان عشان تعرفوا التلاتة كيلو وربع يطلعوا لي عصير قد ايه هبدأ ان انا اخسل الليمون كويس جدا جدا وبعد كده هعصره وحسب المتاح عندكم تقدروا تعصره ممكن تعصريه على ايدك او ممكن تعصريه في العصارة اليدوية او العصارة الكهرباء الطريقة اللي تريحك عصر بيها الليمون احنا عايزين نوصل ان احنا يكون عندنا عصير لمون صافي قطعت الكمية كلها بدأت اجيب الحاجة اللي انا هعصر عليها طبعا انا مش هعصر بالعصارة انا فضلت ان انا اعصر بكباية عندي برتاح جدا لما بعصر فيها هي بيكون لها سن شوية فبتطلع كل العصير اللي في الليمونة وانا طبعا عايز اوصل الى اكبر كمية عصير ممكنة فدي بتريحني اكتر اه وبجيب معايا اي مصفة اه سواء سلك بس تكون عيونها دياءة علشان ما تنزلش معايا اي حاجة من الليمون زي البزر او 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 كمان ساعت بيكون في بزر صغير فانا طبعا عايزة حاجة تكون مصفة اه رفيعة جدا كمان لما بعصر بالعصارة اه بلاحز ان هي ما بتطلعش كل اه العصير اللي في الليمونة بشكل كويس فبتعب نفس شوية وعصر بالطريقة دي علشان الطريقة دي بتطلع كل العصير اه اللي في الليمونة ولو تلاحظوا معايا لمونتين بس عملوا ما شاء الله ربع الكوباية اه فعلا الليمون كان مليان عصير جدا الحمد لله فبرضو خلوا بالكم وانتو بتشتروا اللمون علشان تشتروا نوع كويس يطلع لكم عصير كتير علشان ما تتعبوش فيه طبعا على الفاضي وقشر اللمون خليه جنبك في طبق نظيف ما ترميهوش علشان هنستخدمه زي ما قلتلك هبدأ اعصر واصف فيه لحد ما خلص كل الكمية اللي عندي واطلع لي من 3 كيلو وربع لمون ما شاء الله لترين الا ربع صافي من العصير ودي كمية كويسة جدا هبدأ اجمع مكعبات التلج اللي عندي في البيت كلها اي ان كان شكلها واي ان كان حجمها وابدأ اصب فيها عصير اللمون اللي طلع عندي وحطها في الفريزر تتجمد لمدة مثلا 8 ساعات او من بالليل الصبح لحد المكعبات ما تجمد تماما وخلي بالك وانتي بتصبي مكعبات التلج ما تمليهاش على الاخر قوي علشان نما تيجي تطلعيها من الاوالب تطلع معيك بسهولة ونوعي في حجم الاوالب علشان تنوعي في استخدامك العصير اللمون طبعا لو عملنا قالب كبير قوي ممكن نحطه طبعا على الشربات او على الحاجات اللي بتحتاج العصير بشكل كبير لكن ممكن نعمل مكعبات صغيرة يعني تنوع احجام الاوالب هيسهل عليك جدا ان انتي تطلعي المكعب تستخدميه كله ولو ما عندكيش احجام صغيرة ممكن تملي نص القالب او نص مكعب التلج ما تمليهاش على الاخر او تملي جزء كبير وجزء قليل علشان طبعا المكعب عندك تخديه تستخدميه مرة واحدة بس هنا انا جبت معي ازازة فاضية نضيفة طبعا ازاز وهبدأ ان انا اصب فيها شوية من عصير الليمون لاني في الفترة دي هبدأ ان انا اخلل واحطه على العصير فانا عايز احبه منه يكونوا فرش هستخدمهم طبعا الايام دي وممكن العصير ده يفضل معاكي كويس جدا بالشكل ده في التلاجة لمدة سبعة ايام مش اكتر على شرط ان انتي ما تكونيش عصرف وسط العصير اي لمونة مرة او طرية او مش سليمة ده طبعا هيفسد كمية العصير كلها او هيخلي طعمها مرة فاحسن حاجة ان احنا نعصر الليمون الكويس لو عايزينه يعود معانا طعمه حلو ما فيهش اي مشكلة هيعود معاكي لحد سبعة ايام بس انصحك تغطيه بغطى بلاستيك علشان طبعا الليمون حمض وهيصدي اي غطى من اي نوع تاني ببدأ افتح واخد منه زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهولة وبتكون طريقة حلوة جدا وبتنفعني لما كون جايبة كمية من الليمون وعارفة ان انا مش هستخدمها على مدار الاسبوع بسرعة فببدأ ان انا اعصرها علشان مش كل يوم اكتشف ان فيه اه لمونة بوزت وابدأ ان انا ارميها وطبعا كده اه بيكون طبعا اهدور اه زي ما انتوا شايفين لو سيحتوا اه مكعبات التلج او ملتوها على الاخر بتطلع معاكو بصعوبة شوية ببدأ ان انا ارس في علبة اه احسن حاجة ان انت ترس في علبة وممكن اكياس تلاجة العلبة عشان مش هتضطري تفتحي وتربطي الكيس كل شوية فهكون سهلة معاكي في صحب اه مكعبات اللمون اه على احجام مختلفة هيرياحك اكتر وتبدأ يضغطي وتشليها في الفريزر وتنسي بقى لحد رمضان واي سلطات اي مخللات اي حاجة هتعمليها تسحبي المكعب ولا في بزر ولا في اي حاجة اه وصافي وجميل وهيخلص معاكي الوقت بسرعة جدا ومفيش اي مجهود خصوصا في فترة اه رمضان والسيام والشغل بيكون طبعا اه مرهج جدا جدا واحنا بنكون عايزين نفضي اكتر وقت طبعا للعبادة نيجي بقى لقشر اللمون والفكرة الجميلة اللي هنستغل بيها قشر اللمون افضل من اننا نرميه طبعا احنا غسلينه وزي الفل ونضيف هنبدأ نحطه في حلة اه علشان نسلقه ده لاننا هنبدأ نعمل بيه مخلل اه اللمون اللي طبعا بيبقى حلو جدا اه على صفرتنا في رمضان وما احلى طبعا ان احنا نكون عاملينه بادينا اه وهيكون نضيف معانا وحلو جدا احلى من اي حاجة بنشتريها من برا اه طبعا درجة السلق بتختلف لو انا عايزة مستوي جدا وممكن اكله في الفترة دي اه فاسلقيه وقت طويل لحد ما يستوي معاك خالص اه ولو هتخليه لرمضان خليه نص سلقه بس وابدأ ان انت زبطي البرطمان بتاعك واسيبيه مش هتفتحيه طبعا غير في رمضان ان شاء الله اه هنبدأ نروس في البرطمان بتاعنا ممكن اه حد يكون مش بيحب اه مخلل اللمون ممكن يعمله ويديه هدية لاي حد وطبعا اه ده اشر اللمون مش هتقوله ده اشر اللمون ما هو اللمون عبارة عن اشر اكيد اللمون المخلل عبارة عن اشر كده احنا استغلينا اه كل حاجة في اللمونة اه ولو انت مش حبة ان انت تعملي به مخلل ممكن تستخدميه في اغراض النظافة كمان هتسلقيه كويس جدا جدا وبعدين تبدأي تخدي ميته اه هقولك هنعمل بيها ايه او هنستخدمها ازاي بالزبط اه بعد ما برصي البرطمان انا جايبة هنا حوالي كيلو لربع من الفلفل بوزعهم على اللمون وطبعا ده اختياري اه ممكن ما تحطيش فلفل اه بترصي عندك البرطمان وممكن ان انت تعملي اللمون ده مع اصفر او ممكن تعمليه بالملح بس اه اه انا عاملة طبعا اللمون المع اصفر هنا معاكم في القناة لو تقدروا ان انتوا او عايزين ان انتوا ترجعوله اه هيكون معاكم سهل جدا اه او بتجيبي عصفر وحبة البركة وشطة يعني اه ممكن تغيري في خلطة تخليل اللمون بطريقة اللي تريحك اه تجيبي اي طريقة وتعمليها طالما هو تسلق تقدري تتعملي فيه اي حاجة تانية انت عايزاها او تخطي له اي طعم تاني اضافي اه انت تكوني بتحبيه اه طبعا هنا هناخد اه ناتج التصفية من اه عصير الليمون هنحطه على الوش هيعملي طبقة عزلة وهيخليني كمان مش هحط عصير الليمون لان ده هيكون مركز جدا فمش هحط عصير الليمون على المخلل بتاعي بس هحط محلول التخليل مش اكتر من كده وبالنسبة لمحلول التخليل كنت عرفتكم قبل كده اه في حلقتين حلقة مخل الخيار وحلقة مخل الازاتون ازاي نزبطه بالضبط بالنسبة لحجم البرتمان اه حجم البرتمان عندي هنا اه ساعته حوالي دتر وربع من اه الميا فهبدأ ان انا اضيف حوالي سبع معالق من اه الملح وهتدوقي بعد ما طبعا تقلبي كويس اه المحلول معاكي هتدوقي لو حسيتي ان هو محتاج ملح ممكن ان انت تزوديله اه شوية ملح كمان وكده كده احنا هنفتحه قبل رمضان نشوفه بقى تمام اه الملح بتاعه مظبوط او لا 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 لقناه محتاج ملح هنضيف له اه ملح تاني لان زي ما انتوا عارفين اللمون بيحتاج اه ملح شوية اه عن المخللات البسيطة زي الارنبيت او الخيار او اللفت ما بيحتاجش ملح كتير قوي هنحط على الوش زيت ونغطي بكيس تلاجة وننساها لحد رمضان وبكده نكون استغلينا اشر اللمون اه وكمان هنستخدم مية اللمون يعني مرمناش اي حاجة اه في اللمون وابنسبة لمية اللمون او مية سلق اللمون فدي استخدمتها كتير جدا جدا في البيت قبل ما اقولكم استخدمتها في البيت هي ممكن ان احنا نشرب منها كمية بسيطة جدا هتكون مطهرة معانا للمعدة كمان هتوقف معانا الاسهال اه اما بالنسبة لاغراض النظافة او في البيت فممكن جدا ان احنا ناخد كمية من مية اللمون نحطها في بخاخ وتبدأ ان هي هتكون معقمة وطهرة معانا للأسطح اه كمان ممكن نستخدمها في خلط التلميع الاستانلس استيل كمان ممكن نضيفها على السابون السائل بكمية قليلة عشان طبعا الرغوة تفضل معانا موجودة هتعقم معانا الاواني جدا او اي حاجة بنغسلها بالسابون وهتلمعها جدا جدا اه كمان ممكن احطها في بخاخ شخصي علشان استخدمها للشعر كمطهر من الاشرة برشها على فروة الراس اه بعد الحمام وتفضل ربع ساعة على الشعر علشان تزيل معايا الاشرة وبعد كده بشتفه اه كمان بتعطر جدا ريحة البيت بعد الالي عن طريق ان انا بغلي كمية على النار بعد الالي السمك او اي حاجة ريحتها قوية فبيبدأ ان هو اه يزيل معايا الريحة دي كمان ممكن استخدمها كمزيل اه للعرق وخصوصا منطقة الاندر ارم اه ببدأ ان انا اه انضف المنطقة كويس وبعد كده اه ابخ بالبخاخة واستنيها تنشف اه كمان ممكن ان انا احطها على خلطة الحنة للشعر بكمية معينة اه علشان تسبت لون الحنة اه وممكن تدي تفتيح شوية للي بيحب اللون اه الاشقر اه كمان بتطري جدا اليد اه بعد غسل الموعين خصوصا اه وممكن ان انا اضيف اه كمية من مية اللمون على جليسرين وبرضو اه بدهن بيها اليد بعد ما خلص استخدامي للمطبخ هتخلي ريحة جميلة جدا هتطري الجلد جدا اه زي ما احنا عارفين اللمون جميل جدا واستخدماته اه كتيرة ومالهاش حدود وبكده اكون وصلتلكم الفكرة اللي انا عايز اقولها لكم بتمنى ان انتو تلحقوا تجيبوا اللمون وتخزنوه قبل ما سعره يرتفع اكتر من كده اه حتى لو هتجيبوا الكمية اللي هتستخدموها في رمضان بس دي هتوفر عليكم كتير جدا وتشاركوا الحلقة عشان غيركم يستفيد بشكركم جدا لحسن متبعيتكم استودعكم الله الذي لا تضيعه دائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة